لو النائبة ديت اثبتة انها كانت بتغش اهو تاني اهو اذا اثبتة ان هذه النائبة انها كانت بتغش وتعدت على المراقبة الموجودة لا يجب ان مجلس النواب يحميها بالحصانة ماينفعش يبقى فيه ده لو اثبت نائبة بتغش يجب رفدها من المجلس لانه ده المجلس بيدينى مثال سيء جدا للبالد اللي هو انا لما يبقى نائب عندي في البرلمان ويغش هخليه ده لو تم اثبات ان هي كانت بتغش لو هي بريئة تستمر كما هي في حزب الوفد وفي مجلس النواب ولكن لا يجب ابدا ان يفكر مجلس النواب مرتين بتغش تطلع من المجلس ضربت المراقبة تطلع من المجلس رسالة واضحة من مجلس النواب انه لا يقبل انه يبقى فيه نائبة بتستغل عضويتها في الناد غش انه تحت القبة لن يكون هناك نائب غشاش وبالمناسبة اشتركوا في القناة